يهلا فيكم يا تحييهم في ليلة هي من أجمل ليالك البنت ففي ليلة عرس هذه البنت حصل ما هو غير متوقع اصعدتهم البنت فوق وأخذت تساعد بنتها في لبس بستانها الأبيض وجاء وقت الزفة والبنت واقفة بجانب عريسها أخذت البنت تقول لأمها أنا ما أشوف شيء وين الناس وين الحضور ما أشوف شيء قامت لأم تهدي بنتها وتنصحها أن تقرأ بعض آيات القرآن الكريم يمكن يكون بسبب التوتر ولكن من غير جدوى فأخذت البنت العروس تبكي وتقول إنها ما تشوف وكل ما هو حولها ظلام المهم امسكت لأم بيد بنتها وصعدوا فوق إلى غرفة العروس اللي هي بنتها ومعهم عريسها يحاولون يهدونها وجميع من في القاعة في ذهول ودهشة وش اللي حصل وش اللي جرى وكثر الحمس والجدل حتى نزلت لأم وخذت تخبر الحضور بأن بنتها ما تشوف واطلبت من الحضور أن يتوضى فيمكن أصيبت بنتها بعين حاسدة واستجاب الحضور لأم رأفه ورغبة في مساعدة بنتها العروس ولكن العروس لم تسترد بصرها وأصر العريس على تكملة مراسم الزواج وهم صمم على الاحتفاظ بها بالرغم من حالتها وهكذا أخلت البنت تتردد على الطباء والشيوخ حتى في يوم من الأيام اسمعت عن شيخ جيد اذهبت عنده وقال لها أنها مصابة بعين قوية لا تذهب إلا بموت صاحبها أو بمعرفته وأخذ أثر منه ومرت السنين وتلوى السنين واستسلمت العروس لحالتها وأنجبت أطفال وفي يوم من الأيام قامت البنت من نومها وهي تشوف أول ما فكرت أن تفعله هو إنها تركض للهاتف حتى تبشر أمها لأنها قامت تشوف زين والحمد لله رد عليها أخوها قالوا قالت لها أبغى أمي ببشرها إني قمت أشوف أخبر أمي إني أشوف فقال لها أخوها وهو مختنق بغصة ألم وحزن وبكى لقد ماتت أمنا هذا الصباح سبحان الله جميع الحضور قد توضى واغتسات البنت من غسيل وضوءهم إلا لهم ولم يخطر في بال أحد إنه يمكن من شدة إعجاب لهم ببنتها أن تحسدها لا حول ولا قوة إلا بالله العين حق فعل ولكن إخواني هل تحصنتم بالأذكار والمعوذتين أرجو أن الوسواس ما يكبر في عقولكم ويصير كل شيء يصيبكم تتهمون العين فيه فهذا يقول لك واحد أصابه وسواس كبير جدا من كثرة ما يخاف من العين فأصبح يكتب على سيارته ما شاء الله وعلى ثيابه وشماغه وحتى رنة تلفونه يكتب ما شاء الله فقيل له يفلان عليك بالأذكار والمعوذتين في كالب لهجته في ذا ناس عيونهم حارة ما ينفع معهم لا معوذات ولا غيرها وهذه هي المصيبة أن تعتقد أن الخالق سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يكفيك شر المخلوق أرجو أن لا أكون أطلت عليكم نسأل الله السلامة فيه من الناس منه يحسد نفسه وأبنائه لكن من الواجب ذكر الله والله يكفينا شر العين والعين حق كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فعليكم التحص بالأذكار لا حول ولا قوة إلا بالله العين حق الله يكفينا شره والله يكفينا شر من في شر كلامي أقوله عن تجربة سبحان الله كفان الله وإياكم شر العين المفترض يعتاد الإنسان على قول ما شاء الله كان ودمتم بحفظ الله ورعايته وتصبحون على خير سبحان الله ورعايته